السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و كيف انتم امام تتبعي قناة التاني بتدائر اذكر رحبكم اذا اليوم جديد و درجة جديد ان شاء الله نشوفوا الجيد في الرياضيات صفحة رقم 66 دعم وتثبيت التعلومات شوفوا التمرين الاول في الدرس اليوم اضعوا وانجزوا العملية لحظوا معي 760 زائد 87 لحظوا معي دائما الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات ثم نحسب اثنان زائد سبعة تساوي تسعة ستة زائد تمانية تساوي اربعة عشر اضعوا اربعة واحتفظ بواحد سبعة زائد واحد تساوي تمانية والخارج هو تمانمائة وتسسعة واربعون لحظوا معي عملية الجمع الاخرى مائة وخمسة واربعون زائد خمسمائة واثنان وسبعون اذا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات بشكل عنا العملية صحيحة اذا خمسة زائد اثنان تساوي سبعة واربعة زائد سبعة تساوي احتعشر اذا اكتب واحد 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 زائد خمسة تساوي ستة زائد واحد لقمنا بالاحتفاظ جاله هو سبعة اذا الخارج هو سبعمائة وسبعة عشر جميل جدا شوفوا العملية الاخرى أربعمائة وسبعة وتسعون ناقص تمانية وتلاتون اذا الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات اذا سبعة ناقص تمانية لا يمكن استلف عشر من تسعة اذا تسعة تصبح تمانية وسبعة تصبح سبعة عشر سبعة عشر ناقص تمانية كم تساوي تسعة وتمانية ناقص ثلاثة تساوي خمسة وأربعة ناقص لا شيء تساوي أربعة جميل جدا نشوف التمرين رقم 22 أحسب باستخدام الجامع لحظوا معي عندنا يا عشرة في أربعة ما معنى عشرة في أربعة لابدنا نحولها الجامع متكرر هي عشرة أربعة دير المرات يعني 1 جوش ثلاثة أربعة وتساوي أربعون دائما كنقول لكم أن بالنسبة لأعداد لكنقوم بالضرب ديرها في عشرة يكفي أن نوضع العدد وفي اليمين ديله صفر كيصدنا الخارج مباشرة إذن هذه قلت لكم دائما أنا لازم أنكم تحسبوها وتبقوا تجوب عليها بطريقة سريعة بسرعة وبخفة بدون تفكير يعني ما تفكروا فيها بسرعة جوب عليها إذن 30 في 10 ما معنى هذا؟ معنى هذا 33 مرات يعني 30 زائي 30 زائي 30 كتساوي 90 يعني 30 زائي 30 كتساوي 60 زائي 30 كتساوي 90 جيد 20 في 3 ما معنى هذا؟ 20 مرة 3 مرات 20 زائد 20 زائد 20 زائد 20 تساوي 60 وهنا 50 في 4 معنى هذا 50 4 مرات يعني 1 جوش 3 4 جيد والخارج هو 200 جميل جدا 300 جميل جدا يقدمها إنها مربے 100 hör falou 3 مرتبء رقم 23 Ш魚 مربى 2 أكرم أنت ترجم الروس 2 جميل جدا 2 جميل جدا 3 جدا شكل رقم ثلاثة هو مستطيل شكل رقم اربعة هو مثلت قائم الزاوية شكل رقم ثمانية هو المربع اضلاعه متساوية اذا نرى التمرين رقم خمسة وعشرون كتلة عنقود عنابين هي مئتان وسبعون جراما وحيطوا الصنجات التي استخدمها البائع اذا لاحظوا شفناه في الدرس الكتلة السابقين كانت منه انا جميع التلاميذ لما تعرفوا الدرس الكتلة اللي يشوفوه فعلا شرحتوا بطريقة اللي هي مبسطة جدا اذا لاحظوا معي قالوا لينا ان عنقود العناب الوزن دياله هو مئتان وسبعون جرام هنا عندنا مجموعة الصنجات سنحاولوا اننا نشوفوا اشنا هما الصنجات نستعملوا باش نلقاب الوزن دياله مئتان وسبعون جرام لاحظوا معي ان عنقود عنا مئتان هنا عندنا واحد صنجات صغيرة فيها عشرة وهنا عندنا عدتان مئة وهنا عندنا اشترون ثم خمسون اذا مئتاني اكيد سنستعملوها وهي مئتاني جرام فخصونا انه بس سبعون جرام نقلبوا عليها ثانيا نشوفوها يعني خمسون زائد اشترون يعني خمسون زائد اشترون يعني خمسون زائد اشترون كم تساوي سبعون اذا الجمع بين مئتاني وخمسون ثم عشرون هي مئتاني وسبعون جرام وبالتالي قمت بالاحاطة لهذه الصنجات وهي تشكل لنا كتلة عنقود العنب تفقنا اذا نشوفو تقويم ودعم لاحظوا معايا انجز العمليات اربعمائة وتسعة وتمانون ناقص تسعة وستون لاحظوا معايا تسعة ناقص تسعة تساوي صفر تمانية ناقص ستة تساوي اثنان ثم اربعة ناقص لاشئ تساوي اربعة جميل جدا شوفوه ستة ناقص ثمانية لا يمكن استلف عشرة من اربعة تصبح ثلاثة ثم ستة تصبح ستة عشر اذا ستة عشر ناقص ثمانية تساوي ثمانية واربعة ناقص او ثلاثة ناقص ثلاثة تساوي صفر احظوا معايا العملي الأخرى ثمانية زائد ستة تساوي اربعة عشر اذا اكتب اربعة واحتفظ بواحد تمانية زائد ستة تساوي كذلك اربعة عشر وواحد اللي قمنا بالاضافة ديالو هو خمسة عشر اذا الخارج هو مئة واربعة وخمسون لحظوا معايا ستمائة وستة وتسعون زائد مئتان واثنان وخمسون اذا ستة زائد اثنان تساوي ثمانية تسعة زائد خمسة تساوي اربعة عشر اكتب اربعة واحتفظ بواحد ستة زائد اثنان تساوي ثمانية زائد واحد لاسترفنا تساوي تسعة اذا الخارج هو تسعمائة وتمانية واربعون جميل جدا اذا نشوفوا اتمرين رقم سبعة وعشرون اكم يرسم الاشكال والولون بالاخضر الشكل الذي بداخله خمسة في ستة لاحظوا معايا هنا يا هذا مستطيل مثلت قائم الزاوية ثم المربع لاحظوا معايا قمنا بتلوين هذا الشكل بداخله خمسة باستخدام الخانات لاحظوا معايا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة على ستة واحد جوج تلاتة ربعة خمسة على ستة جميل جدا اذا نشوفوا اتمرين رقم سبعة وعشرون اضع الرمز المناسب لاحظوا معايا أصغر او اكبر لاحظوا معايا سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون لاحظوا معايا هنا الوحدة فيها ثمانية وهنا الوحدة فيها سفر العشرة هنا ثلاثة من 700 738 جيد جدا 840 619 لاحظوا معي هنا عندي 0 في الوحدات 9 في العشرات 6 في المئات و 8 في المئات و بالتالي فالمئات اكبر 840 اكبر من 619 جميل جدا و انكم تعودوا تراجعوا ان شاء الله هالدروس تعودوا تراجعوا لعمليات لقمنا بلقي نجاز ديلا حاولوا انكم تنجوزوها في اوراق ديالتسويد خاصة بكم انجوزوها مرة و جوجو ثلاثة هذا غادي ساعدكم على انكم تفوقوا ان شاء الله في امتيحانات اذا الى هولا نصل لنهاية الدرس ديالي و اتلقى ان شاء الله في درس قديم و الى اللقاء